رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني مركز التسوق كارفور في العاصمة أربيل السبت السوق الذي تستورد محصول الرمان المنتج محليا في الإقليم وتعيد بيعه في أفرعها في كردستان والأسواق الخليجية وذلك في إطار دعم حكومة الإقليم للإنتاج الزراعي المحلي وهنا مسرور بارزاني فلاحي كردستان والشعب الكردستاني بوصول هذا المحصول إلى أرفف المتاجر بجميع أنحاء الخليج وأكد أن حكومة الإقليم تعمل لتصدير المنتجات والمحاصيل الزراعية إلى الأسواق الأوروبية كذلك أتيت اليوم لأتفقد السوق هنا حيث يباع رمان حلبتشا وزاخ هنا في كارفور مركز التسوق الذي يستورد المحصول من المزارعين ويبيعه للزبائن في إقليم كردستان وللمرة الأولى تمكننا من تصدير الناتج الزراعي المحلي في كردستان إلى الخارج وهذا تنفيذ للوعد الذي قطعناه سابقا والشكر لله عز وجل لتمكننا من تطبيق الوعد على أرض الواقع وفتح باب جديد أمام المزارعين في إقليم كردستان ما يمهد الطريقة لتصدير مختلف المنتجات والمحاصيل الزراعية في إقليم كردستان إلى الخارج وفي المرحلة الحالية صدرنا محصول الرمان إلى دول الخليج ونعتبر هذا انطلاقة جيدة ونخطط في المرحلة المقبلة تصدير المحاصيل الأخرى مثل العنب والتين بالإضافة إلى العسل والتفاح سنعمل بعون الله عز وجل لتصديرها أيضا إلى الخارج ويعرض في الوقت الراهن عدد من المحاصيل الكردستانية على أرفف المتاجر في عدد من دول الخليج وهي الآن متوفرة في متناول المستهلكين في تلك الأسواق وقد بحثنا الأمر كذلك مع عدد من الدول الأوروبية ونعمل لتصدير محاصيلنا المحلية إلى تلك الأسواق أيضا وهذه بشرى صارة للفلاحين والمزارعين في إقليم كردستان وندعوهم إلى عدم القلق منذ الآن فصاعدا لأنه سيكون بمغدورنا سد الطلب محليا وأيضا تصدير الفائض إلى الخارج وهذه سابقة تاريخية في الإقليم حيث تفتح فيها الأبواب على مصارعها أمام فلاح كردستان ومن هذا المنطلق أتنهز الفرصة لتقديم الشكر إلى الفريق الذي بذل جهدا حفيثة وعمل بكل تفان وإخلاص خلال الأشهر المنصرمة لإنجاح هذه الخطوة وأقدم الشكر أيضا إلى السيدة بيكيرد ووزارة الزراعة للدعم الذي قدموه في إنجاح هذه الخطوة التي هي خير دليل على تقدم الكبير الحاصل في قطاع الزراعة في إقليم كردستان وسنواصل العمل لدعم المزارعين الكرد من جهة ومن جهة أخرى تأمين مصدر جديد للعائدات الوطنية للتقدم باقتصاد الإقليم ترجمة نانسي قنقر